بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر ميكانيك المواعع الثنين الدرس السادس Introduction to Compressible Flow Part 2 المحاضرة الثانية قلنا قد عرضنا في المرة الماضية بالنسبة لإيزوانتروبيك فلو أنه هنا في ماني بارامترس وتتغير بارامترس هذه لما تمر على فلو فهنا افترض معيضا أنه كنا قد أوجدنا علاقة بين الأريا وإيش وفيلوسيتي الحين إن شاء الله في هذه الحصة نحاول نوجد علاقة بين الأريا والدنسيتي نقصنا المرة الماضية أنه العلاقة بين الأريا والفيلوسيتي تكتب بهذا الشكل فإذا هنا نقدر نستنتج إيش نقدر نستنتج أنه الفيلوسيتي dv على v تساوي واحد على مكنامبر تربية ناقص واحد d area على area أيضا نعرف أنه continuity question اللي شفناها في الحصة الماضية أنه d row على row plus d a على a plus dv على v لما سويت differentiation of mass flow rate فإذا d row أو dv على v ناخذ قيمتها من معادلة اللي فوق فتصبح لي إيش واحد على مكتر بية minus one d area على area لو نحط الarea في جن و d row على row في جن فتصير للمعادلة إيش تصير للمعادلة بين density والarea أو العلاقة بين density والarea d row على رو تساوي مكتر بية على واحد نقص مكتر بية d area على area السؤال في هذه الحصة بما أني أوجدت علاقة بين area وال velocity بين area وال density فنحاول أني نوجد علاقة بين age بين pressure و area أيضا يعني إيجاد علاقة بين pressure و area فهنا السؤال اللي ترحته بالطبع رح نستعمل alert question اللي هي تقولي dp minus ru v dp السؤال اللي ترحته هو أيش إيجاد العلاقة dp in function of what mac number the area area density c فإذا يمكن استعمال العلاقة اللي تم إيجادها أو شرحها في الحصة الماضية أو الحصة هذه وأيضا علاقة alert question عشان تجدوا لي العلاقة هذه هنا كنت خلصت المحاضرة هذه إن شاء الله نواصل المقرر وآخر شابتر في حساب قدم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر